ودلوقتي بالمناسبة كمان هيكون متاح للأندية التعاقد مع ثلاث أجانب تحت السن طيب هل القرار ده في صالح الكرة المصرية وصالح الناشئين ولا هل القرار ده ممكن يضر بفرص اللعبة الصغيرة هل هو دعم لاستثمار الأندية في لعبة أجانب موهوبين صغار في السن واستثمارهم بعد كده للاحتراف في أوروبا أو إذا ما كانوش موجودين في النادي أو ما كانهم في النادي في لعبة كبار محليين هل ممكن نربيهم عندنا ونبيعهم برا وناخد منهم فلوس كويسة أقدر أصل بيع الفريق الأول مثلا يعني أو يتم تصعدهم للفريق الأول مباشرة فيه ناس حتقول لك ده قرار كويس جدا ما هو مسموح بمشاركة لعب واحد من الأجانب الناشئين مع الفريق الأول والباقي اللي يتصعد يكونوا محليين يعني إنت لما تيجي تنظر مثلا لألفين وواحد ألفين وواحد فيها القيمة فيها تلاتين لاعب أو خمسة وتلاتين لما يبقى فيهم واحد أجنبي هل ده يؤثر على الناشئين وجهات نظر معرفش حتقول لي أن الدوري الخاص بالناشئين حيسيطر عليه اللعيبة المحترفة لأفرق طالما أن كل فرق ستبقى فيها تلاتة وخصوصا أن تزوير الأعمار السنية منتشر جدا في غرب أفريقي أنا بقول لحضرتك الإيجابي والسلبي القرار ده حيحتاج دراسة كبيرة ومناقشات كثيرة علشان نقدر نقف على أهميته أو عدم جدوى لكن في النهاية يبدو أن اللوايح بدأت تتغير الأهم أنك تبص على فكرة اللعب المالي النظيف اللي أتمنى أتمنى أن ده يحصل